طبعاً بتبع حاجة يعني مؤسفة جداً جداً وشديدة في الحزن في وسط فرحتك أو في وسط استعدادك لحاجة حلوة جداً لكل الجمهور المصرية وكل الشعب المصري بيجي خبر زي اللي سمعته من شوية يعني طبعاً حادث إرهابي بشع وحقير بالتأكيد بيحصل في المانيا كل الشهداء وكل الناس اللي توفاها الله ربنا يتقبلهم في رحمته بإذن الله حادث إرهابي يعني يا ربنا يعني يوفق مصر وكل القوامين عليها والكل القاضل فيها في مواجهة إرهاب غاشم لا أصل له ولا من له فعلى العموم الواحد بيستعد وبيحضر كلام لحاجات معينة وبعي يجي خبر زي ده يعني لكن في النهاية واسق جداً جداً متكاته في شعب المصري وكل الناس اللي موجودة في مصر مش حكومة أو قيادات بس كمان شعب بإذن الله في مواجهة الإرهاب ده بإذن الله تعالى كمل كلامنا على الأرقام من خلال الأرقام ده طبعاً قناة الأهلي بتنعي الناس كلها يعني قناة الأهلي وقامين عليهم المسؤولين بتنعي شهداء حدث المينيا الغاشم ده دي أبطال دي أبطال أو كان لهم شرف أن هم يخضوا البطولة الأفريقية من الأرقام الأكبر فالأصغر أو من الأكبر أو من الأعلى للأدنى الأهلي في المقدمة بخمس بثمن مرات فوز سنة 82 و87 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وكان الوصيف ثلاث مرات 83 و2007 و2017 83 قدام كوتوكو طبعاً و2007 قدام النجم الساحلي و2017 قدام الوداد المغربي الزمالك بخمس ألقاب موسم 84 و86 و93 و96 و2002 ومنهم ثلاث مرات برقلات جزاء هي وكان الوصيف مرتين مازم بخمس مرات بطل ومرتين وصيف هافيا كوناكري ده كان موجود في غنية كوناكري ده هافيا كوناكري كان ثلاث مرات بطل ومرتين وصيف ودي كانت من سنة 72 حتى سنة 78 والراجل ده أو النادي ده النادي ده لو كمل كان هيبقى له شأن كبير جداً يعني معرفش اختفى ليه كده لكن تخياله ان هو سنة 72 و75 و77 يعني خد البطولة قبل الاهلي ما ياخد البطولة سنة 82 خد البطولة ثلاث مرات وكان الوصيف مرتين 76 و78 هافيا كوناكري اللي من غنية يعني أرقامه كانت مرعبة الصراحة في السبعينات مرعبة سنة 1972 و75 و77 حصل على اللقب وكان وصيف 76 و78 يعني في ست سنين في ست سنين كان متواجد في النهايات خمس مرات أرقامه مرعبة جداً حقيقة جداً طيب الرجاء البيضاوي بتلات ألقاب ووصيف مرة وكان يونيويندي بتلات مرات فوز ومن غير وصفة ولا مرة يعني تلات مرات الوصل لنهاية خد البطولة كوتوكو مرتين بطل وخمسة وصيف التراجي مرتين بطل واربعة وصيف الوداد المغربي مرتين بطل ومرة وصيف شبيبة القبائل مرتين بطل ومن غير وصفة ووفاء السطيف مرتين بطل ومن غير وصفة وانينبا مرتين وما فيش وصفة وهبس فوك مرة وكان الوصيف مرتين والنجم الساحلي مرة وكان الوصيف مرتين وفيتا كلاب اللي هو أخرج آسف المصري بورسعيدي من دور قبل النهائي في الكون فدرالية كان منوصل أن هو ياخد البطولة مرة وكان مرتين وصفة وأسك مرة بطل ومرة وصفة والإسماعيلي مرة بطل ومرة وصفة سنة طبعا 69 الإسماعيلي وكان نوصيف في 2003 سان داونز نفس الكلام مرة بطل ومرة وصفة 2016 و2021 كان وصيف قدام النادي الأهلي لما الأهلي كسبوا تعادل مع هناك واحد واحد وكسبوا هنا 3-0 أورلاندو يعني بطل جنوب أفريقيا مرة بطل ومرة وصفة دي كانت الأسماء الملدية الجزائر مرة بطل ومن غير وصفة وريكس دوالة اللي هو من الكاميرون ويني هو كارا برازافيل داي كارا برازافيل داي برازافيل آه أوكي اللي هي الكنغو الكنغو برازافيل برضو مرة بطل ومرة وصفة ساد أبت جان مرة بطل ومرة ومن غير وصفة والجيش الملكي مرة بطل بس والنجم من الأفريكا أو النادي الأفريكي التونسي مرة بطل سنة 91 بس وبعد كده غاب بشكل كبير جدا حارت لاند اللي هو بطل ناجيريا ما خدش البطولة لكن مرتين وصفة كل اللي جاي ده بقى كل وصفة يعني شوتنج السارز والهلاي السوداني مولدية أهران وكوتن سبورت وافريكا سبورت وغزل المحلة كل دول يعني كل دول مفهمش بطولة خالص يعني آخرهم دينا مزهراري في 98 من غير بطولة كلها وصفة يعني هدفين الأهلي عبر تاريخي الأفريقي كان كابتن محمود الخطيب ب37 هدف أبو تريكا 32 هدف عماد متعب 28 هدف فلافيو 18 هدف وحسام حسن 17 هدف محمد برغات 17 هدف أيمن شوقي 15 هدف وليد سليمان 14 هدف طاهر أبو زيد 13 هدف علاء ميهوب 12 هدف علاء إبراهيم 12 هدف عبدالله السعيد 12 هدف بيبو خالد بيبو 11 هدف أسام حسني 11 هدف عمري جمال 11 هدف محمد رمضان 10 هدف ووليد أزارو 10 هدف ووليد لو كمل مع النادي الأهلي إن شاء الله رحمن يبقى رقمه كويس جدا جدا يعني عجيبة جدا مش حطين مش حطين إليه في الموضوع ده نجيب 3 يابني جوان 3 يابني جوان يابني 3 مستم 3 كويسين يعني حطوا جنبهم سفر ما حدش ياخد باله يعني 33 و30 إيه المشكلة طيب مشاركات الأهلي في البطولات الأفريقية 340 مباراة 260 دوري أبطال و44 كاس أفريقيا الأندية و28 مباراة كاس كونفدرالية و8 مباراة كاس سوبر الأفريقي لعب 340 فاز في 171 وتعادل 92 وهزيمة 77 عنده من الأهداف 506 وعليه 260 مشاركات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 260 مباراة فوز 128 تعادل 76 وخسارة 56 الأهداف 393 هدف وعليه 202 هدف بطولات الأهلي والتراجي أو التراجي القرية مقارنة ما بين الأهلي وبطولات الأفريقية مع التراجي التونسي بطل تونس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذه كانت مقارنة ما بين أبطال الأهلي القرية والتراجي القرية تاريخ مواجهات الأهلي مع التراجي لعبه 18 مرة الأهل فاز في 7 منهم 4 فرادس وفاز في 3 داخل مصر وتعادل الفريقين 8 أو 8 مباريات فاز الترجي في 3 مباريات فقط والأهل هدفه أو هدف الأهل أو هدف الأهل 17 هدف وهدف الترجي 11 هدف تاريخ النادي الأهلي أو بطولات النادي الأهلي البطولة الدوري هي إجمالي الإجمالي بتاع الأهلي 135 بطولة الدوري الممتاز 40 بطولة كاس مصر 36 كاس سوبر المحلي 10 كاس سلطان حسين 7 دوري منطقة القاهرة 16 كاس الجمهورية المتحدة 1 وكاس الاتحاد المصري 1 دوري أبطال أفريقيا 8 أفريقيا الأبطال الكويس 4 كاس كفدرالية 1 وكاس السوبر الأفريقي 6 كاس الأفريقيا سوية 1 دوري أبطال العرب مرة ودوري أبطال الكؤوس العربي مرة وكاس السوبر العربي مرتين موسم 97 و 98 تاريخ بطولات النادي الأهلي أو تاريخ بطولات النادي الترجي التونسي 57 بطولة يبقى الأهلي يعني يسبق الترجي التونسي بحوالي 80 بطولة 80 بطولة الأهلي 137 بطولة مصبوط كده أو 135 135 يعني أنت بتتكلم في حوالي 88 بطولة كده مصبوط 88 بطولة ولا الغلطان 80 بطولة بالضبط 80 بطولة 78 78 بطولة 78 بطولة 78 بطولة الفرق ما بين الأهلي والترجي في عدد البطولات الترجي عنده 57 والأهلي عنده 135 لكن بطولات الترجي 28 دوري عام وكاس تونس 15 كاس السوبر المحلي 3 دوري أبطال العرب 3 كاس السوبر العربي 1 دوري أبطال أفريقيا مرتين أبطال الكؤوس مرة كاس الكنفدرالية مرة كاس السوبر الأفريقي مرة كاس الأفراوساوي مرة وكاس شمال أفريقيا مرة دي بطولات الأهلي أو مقارنة ما بين بطولات الأهلي والترجي كلها أرقام وكلها حاجات تنحاز للنادي الأهلي وكلها رايحة في اتجاه النادي الأهلي بالتأكيد ما فيش كلام ما فيش فصال الأهلي هو صاحب الشعبية وصاحب التاريخ وصاحب التواجد المحلي والإفريقي لكن يبقى طبعا توفيق ربنا في الملعب دي قصة ودي قصة تانية خالص دي نقرة ودي نقرة تانية خالص فالنهاردة مواجهة إفريقية عربية نهائي عربي إفريقي ما بين أحسن فرقتين وأقوى فرقتين على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي بالتأكيد ده الأهلي والتراج التونسي في مواجهة نارية في دوري أبطال أفريقي دوري أبطال أفريقيا الأهلي في مواجهة التراج التونسي بكل حساباته بكل لعبته بكل الأشياء اللي معاه وعندنا خبر هل أيمن بن محمد اللي حذرني منه هيكون موجود ولا لا كل الصحف هناك وكل المواقع بتقول هيلعب حسين الربيعي هيلعب أيمن بن محمد هيلعب حسين الربيعي المهم أن الدنيا تبقى لطيفة وظريفة مع النادي الأهلي والتوفيق بحليف النادي الأهلي هطلع فصل وبعدين هستقبل ضيفي المحل الأداء أحمد سابت هنتكلم من خلال أرقام ومن خلال صور ومن خلال بعض الأشياء الخاصة جدا جدا رقمية أو مواجهية أو مقارنية مبيل لعبة الأهلي والتراج التونسي بعد الفصل اللي جاء